المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا مجددا في دمشق ديمستورا ووفقا لمصادر سوريا بحث مع المسؤولين السوريين أفكارا جديدة بشأن خطته لتجميد المعارك في مدينة حلب زيارة المبعوث الدولي تزامنت مع تصريحات للرئيس السوري بشار الأسد دافع فيها عن استخدام القوى العسكرية ضد من وصفهم بالإرهابيجين الأسد في مقابلة أجرتها معه قناة بي بي سي وبثتها الرئاسة السورية قال إن حكومته تتلقى معلومات على نحو غير مباشر عبر أطراف أخرى بشأن الطلعات الجوية التي ينفذها التحالف ضد تنظيم الدولة في سوريا ليس هناك تعاون مباشر نعم من خلال طرف ثالث هناك أكثر من طرف العراق ودول أخرى تقوم هذه الأطراف بنقل الرسائل العامة لكن ليس هناك شيء على المستوى التكتيكي الرئيس السوري نفى أيضا استخدام الطيران للبراميل المتفجرة أثناء شنه غارات على المناطق الخاضعة للمعارضة ليس هناك براميل متفجرة ليس لدينا براميل مرة أخرى يبدو الأمر كما لو كنت تتحدث عن عدوات الطهي المنزلية لدينا كما لدى أي جيش نظامي القنابل ورصاص وصواريخ تصريحات الأسد إذن لم تأتي بأي تغيير في السياسة السورية منذ بدء الأزمة قبل أربع سنوات لكن الجديد هو أن سيطرة تنظيم الدولة على مناطق في سوريا بالإضافة إلى تنظيمات متشددة أخرى قد يدفع دولا إلى إعادة النظر في دعواتها السابقة لحل الأزمة السورية دبلوماسيا